أخبار مغربية وعالمية معلومات غريبة وعجيبة كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك ولا اشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات شكرا على المتابعة جريمة بشعة سبعين يقتل ابنه ويدفنه داخل منزله بالفقه بن صالح اهتزت منطقة تيكوين اليوم الخميس على وقع جريمة قتن بشعة راح ضحيتها شاب في التلاتينيات على ياد والده بدوار ولاد سيدي بالغيت دواحل فقه بن صالح وعسب المعطيات المتوفرة لليوم 24 فقد أقدم الأب المشبه فيه على قتل ابنه ودفنه في باحة المنزل في ظروف لا زلت غامضة قبل أن يتم اكتشاف الجريمة من طرف عناصر الدراك الملكي بعد شكاية لشقيقة الهالك وأضاف المصدر ذاته أن الهالك يبلغ من العمر 35 سنة وعثر على جثته داخل حفرة أمام منزل عائلة المشبه فيه فيما رجحت المصادر نفسها أن تكون جريمة بسبب زيناء المحارم وعرفت مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات وعناصر الدراك الملكي حيث جرى فتح تحقيقا حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة واستخلاج جثث الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل إخضاعها لتشيح طبي لتحديد أسباب الوفاة اشتركوا في القناة